اعلان وزارة التخطيط عن عدد سكان العراق عبر احصائها التخميني فتح باب الجدل مجددا حول سبب عدم اجراء الاحصاء منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 ورض الكتل السياسية الحاكمة اجراءه بل والعمل على اعاقته رغم وجوده كبند رئيس في الدستور الحالي اعلان وزارة التخطيط ان عدد سكان العراق ارتفع الى 37 مليون نسمة لا يستند الى قاعدة بيانات خاصة او معلومات دقيقة واعتمد احصاؤها على البطاقة التموينية السنوية التي تصدرها وزارة التجارة للأسر العراقية وهي غير دقيقة ويسودها الفساد المالي بحسب مسؤولين في الكتل السياسية اكدوا ايضا وجود اعداد مهولة من البطاقات الوهمية التي تم اصدارها لاشخاص وهميين او لاخرين متوفين او مفقودين او مهاجرين خارج العراق المفارقة في ملف احصاء السكان هي ان الامم المتحدة اعلنت في اكثر من مناسبة استعدادها لمساعدة العراق على اجراء التعداد السكاني الا ان ايا من الحكومات المتعاقبة لم ترغب بتنفيذه بسبب الخلافات والصراعات السياسية خلافات كان ابرز نقاطها تضمين المذهب السني والشيعي واخرى تطالب بتضمين لقب العشيرة بل تتعدى ذلك الى مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركوماني ناهيك عن قضية كاركوك والمناطق المتنازع عليها الفقرة الثانية من المادة 140 في الدستور الحالي تجبر السلطات التنفيذية على اجراء الاحصاء العام لسكان العراق في وقت اقصاه كانون الاول من عام 2007 الا ان الاحصاء لم يتم حتى الان ما جعل جميع الخطط والمشاريع في مدن العراق قائمة على التخمين والتفاخر بالعدد من قبل المسؤولين في المنطقة الخضراء ورغم ان الحاجة لاجراء احصاء سكاني شامل في البلاد باتت ضرورة ملحة كونه سيحل الكثير من المشاكل الا ان اجراءه يضع علامات استفهام عديدة حول توقيته الان